ماتخافش على الأهلي أهلا مع حضراتكم جديد ماتخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الحرص الشديد جدا على تقديم أفضل النماذج الرياضية الوطنة في كل المنتخبات الحقيقة لأنه هذا الأسبوع مع هذا الزخم البطولي المتنوع للألعاب الرياضية على المستوى الوطني وأيضا على المستوى المحلي بالنسبة للنادي الأهلي تبرز هناك إنجازات كبيرة جدا بطلنا وبطل مصر الكبير مصطفى عسل بيفوز ببطولة الثمانية العظماء على مستوى العالم في الإسكواش والكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم مصطفى عسل واستقباله في النادي وتهنئته بهذا الإنجاز الكبير مصطفى عسل التصنيف الرابع على العالم بيكسب المصنف الثاني وقبل منه كان كسب على الفرج المصنف الأول عشان يكون عنده هذا التقدم في الترتيبة باشمانس مصطفى عسل نتوقف لحظة معه هو بطل البطولة دي هي بذلك السنة اللي فاتت تحتفظ بها أفضل تم اللعيب على مستوى العالم بيلعبه بطولة استطاعه زي ما أنت قلت يتغلب على واحد واثنين على مستوى العالم قيمة الفوز بتاعه ما حدث من تطوره في شخصيته قبل الفوز يعني أنا السنة اللي فاتت لما كسب بصراحة كان فيه حتة جواي الآن لأنه كان بيتسرب بعدم خبرة واستمر على فطرة كده يكلم التحكيم ويبص ويعترضه وعنده طول مقاعد في الملعب دماغه بره شوية وما يجي يحتفل يحتفل بطريقة يعني فيها برضو عدم خبرة دفاعية لكن اتنصح واستجابة وتطور وتركيزه بقى أكتر جدا جدا مع الياخته وفنياته مع الياخته العالية جدا جدا هو مقاتل من طراز أول يعني لا يستسلم يعني عشان تكسب منه بطب تتعب تتعب صحيح يعني أنا بدأت أتابع السكوات شوية عشان أخبرنا وبعد النور الشربيني طب هتقول لك مالك من النور الشربيني لا لما توحدك في كل مناسبة تقولك أنا أهلوية وأنا نفسي أكون في الأهلي وأنا أهلوية مدرجات لا أهلا بك يعني هي البطلة وهو البطل هذه البطولة القيمة جدا